أكد سمو الشيخ انهيان بن زايد الانهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي أن كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024 تعزز تراث الإمارات الغني وتنمي بفخر واعتزاز التراث الوطني الذي يعد جزءا كبيرا من الهوية الوطنية والقيم والعادات والتقاليد وترتبط رياضة الصيد بالصقور بالعديد من المعاني النبيلة المتصلة بالقيم العربية الأصيلة وأشاد سمو رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة الذي ساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتوارثه من جيل إلى آخر واثنيا سموه على جهود نادي أبو ظبي للصقارين الدائمة في تنظيم البطولة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وتجمع المئات من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات في مختلف فئاتها واغتتم اسموه قائلا تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من المشاركين والمنظمين والشركاء الذين يلعبون دورا هاما في الحفاظ على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتعريف الأجيال بتراث الآباء والأجداد